مرحبا برج القوس اهلا فيكم شركك يا برج القوس كان يعتقد انك لا تملك الشجاعة اللازمة لكي تسحب عليها السيف او لكي انت تنحي الموضوع لكي انت تبتدي تكون عندك حتى مطالب خاصة في العلاقة من اجل ذلك هو تمادأ شوف ان انتوا قاعدين تدعملون مع شخص يا برج القوس احتمالنا من الابراج الترابية او الهوائية ولكن انسان سلبي انسان يأخذ قد ما يقدر يغرف قد ما يستطيع بغض النظر عن تأثير هذا الشيء اللي قاعد يسوي عليكم انتم يتمادأ في كل شيء في اسلوبه في كلامه في مطالبه يطلب منك الاموال دائما يقول لك انا محتاج ما عندي اموال ولكن اشوفك هنا انت يا برج القوس اكتشفت ان هذا الشخص مجرد دعاية يقول لك انا محتاج ما عندي اموال ولكن تشوفه يصرف ويعطي اشخاص ثانين خارج العلاقة خارج المنزل يعطيهم ويعطيهم بكرم ولكن معاك انت ما دري ليش هل احتمال هذا الشخص تعود ان انت مطالبك تكون قليلة بسيطة لذلك دائما تعود ان انت ما يكون عندك طب مطالب سواء كانت مادية سواء كانت بالارطباط سواء طالبتها بالوضوح او شركك هذا بطبيعة سلبية وما تعود فكأنه مهني انت لما لما طالبتها من بعد هو ان تعود ان انت ما تطالب كأنه ما يراك شخص متمرد شخص تريد مجرد استفزازه ما يأخذك بجدية نعم بالضبط لان انت عودت على هاي الشيء او هو تعود معاك مع الاشخاص الاخرين اشوفه جدا سخيف العطاء وما يرد لهم طلب ودائما يعني هذي انسان جدا مختلف داخل العلاقة او داخل المنزل وخارج العلاقة معاك انت بخيل والشحيح ويحاسبك على الملي وما يعطيك كفاية ووقت اهتمام حتى صدق ولكن خارج مع الاشخاص الثانين مع النساء او الرجال حتى الاشخاص الثانين اللي يدخلون حياته على اساس انهم هو ينظر اليهم كأنه خيارات او مرشحين جدد لحياته وينظر ايضا لنفسه انه هو اعزب لها الحرية ان يقوم باي خضوات فكأنه هنا نظراتها لك انت هي نظرة دونية يعتبر ان انت ما عندك حق ان تطالبه بالاستقرار بالارضباط اوكي تطالبه بالتغيير شوفك هنا تطالبه بطاقة التغيير من بعد ما تعود معاك على شيء قاعد تطالبه بشيء ثاني يرى فيك انت طاقة التغيير وطاقة التمرد وطاقة المراهق احتمال جدا عندنا هنا طاقة السيوف دلو جوزاء ميزان ولكن رح يكون اذا كان من هاي الابراج رح يكون انسان شوية طابعة حاد وعنيف او انسان سلبي انسان مثل ما نقول طاقة مظلمة مو انسان طيب ومعطاء وصادق وصريح واذا كان من الابراج الترابيوم يمكنكم ثغر عذراء او جدي اوكي فهو هنا ايضا يراك ان انت حاول ان تسيطر على حريته كانما هني اشوفي يحاول دائما يعتى الاشخاص الاخرين اللي يأتون في طريقة ممكن يكونون اهل ممكن يكونون علاقات ثانية هو سخي معهم انت هني كانما يراك ان تحاول ان تحتفظ بالقرص او بالخبز من اجل نفسك وان كان لك حق ولكن هو ما يرى ان لك حق لان انت عودت على الاسروب القديم اللي بعدها ما هي خطوة القادمة رح يقلب الموضوع كله خصوصا اذا كان برج هوائي رح يقلب الموضوع كله عليك انت يا برج القوز الابراج الهوائية شاطرة او من نقاط قوتها انه بدل ما انت مظلوم تسويك ظالم لانها عندما تتكلم تتكلم بالعقل ما تتكلم بالمشاعر رح يظل هذا الشخص يعرض حبه على الاشخاص الاخرين او يعرض علاقة على الاشخاص الاخرين ما رح ابدا نكون معاك في علاقة مخلصة ملك السيوف رح اقول لك ليش انت هناك انما اشوف عندك استغرابي وبرج القوز ليش اللي يبينا ما نبيه ليش الانسان اللي نعطيته سهيلات نقدمنا الكثير من التضحيات ما يعطينا شي يسوى في المقابل في نفس الوقت يذهب الى اشخاص ثانين مرشحين اخرين يعطيهم ويعطيهم بسخاء كلمة واحدة وجواب واحد هؤلاء الاشخاص نظرتهم لنفسهم كبيرة عندهم الامير العزباء وعندهم ملك السيوف الاشخاص هذين ينظرون لنفسهم ان يستحقوني الكثير ما يسمحوا لأي شخص وان كان شريكك بالاقتراب الا عندما يثبت جدارته تريد ان تقترب مني لازم تسوي لي واحد اثنين ثلاثة لازم تثبت لي انك جاد معاي بواحد واثنين وثلاثة ولكن انت عودت عودت على الطيبة عودت على انك تقبل الفتات اللي يعطيك ايها سواء كان فتات من الاهتمام فتات من الحب فتات من الاموال فتات من اثبات الجد نظرين هاي اللي صار بينكم خطوة القادمة احتمال انه سيصافر او رح يدخل مرحلة جديدة بعيدة عنك رح يبدعد اكثر نظرين ويركز على الانشطة اللي يحب يسويها مع هاي الاشخاص مع الاميرة العزباء احتمال ايضا يكون الاشخاص هذين من برج الترابي رح يظل متمسك باسلوبه هذا ويتابعه وهني كأنما كان يقدم مجرد اموال لما كنتوا انتوا مع بعض في العلاقة ولكن في الفترة القادمة رح يطور الوضع يصبح ما يقدم بس اموال امور عملية رح يقدم ايضا طاقة الماء طاقة الحب طاقة العرض طاقة المشاعر طاقة الغزل طاقة المشاعر الى هذين الاشخاص رح تتطور العلاقة او رح يتعمق اوكي ولكن كأنما هني قلت لك هذين الاشخاص نظرتهم لنفسهم كبيرة ايضا ما يسمحوا لأي شخص يدخل حياتهم يكركبها ويعطيهم الفتات يقول لهم اذا تريدون ان تقتربون مني الطرف الثالث احتمال عليك ان تعطيني وتعطيني الكثير في النهاية اهني هو راح كأنما بعد فترة في الفترة بعد زمن طويل رح يحس نفسه انه صنع حفر حفرة فوقع فيها افعالة كلها هذين سواها انت تقول لي مثلا انا برج القوز انا مظلوم او انا مثلا ما استاهل اللي سوا فيني في النهاية راح يلاقي نصيبة من الالم من الخسارة من الال احتمال ان هذين الاشخاص اهم يردون يسحبون عليك او ينسحبون من حياتي يأخذون اللي يستطيعونه يغرفون منه مثل ما اهو غرف منك مشاعر وحب واموال يغرفون منه وبعدين مرة ثانية يسحبون عليك رح يشرب بالنفس الكأس اللي جرعك هي اهم وخلا نشوف ما الذي يخفيه الشريط او الحبيد عزيزي برج القوز انت تعامل مع الشخص صغير سوي سرع للكلمة ولكن هذه هي طاقته طاقته جدا هي طاقة الشيطان طاقته هي طاقة انا احب من لا يحبني انا احب من يستغلني ويكذب علي وانا اكره وامتنع عن من يحبني وهو انت من يحبني ومن يكون صادق معي هذه هي طاقته بالمختصر لا يريد ان يعطي لك لان يشوف نيتك صادقة لان نيتك صافية دائما احب وتجذب ان يعمل على الاشياء والعلاقات اللي يكون فيها خيانة اللي يكون فيها استغلال اللي يكون فيها اكشن طاقة الاكشن طاقة المجازفة طاقة الاجتهاد تر عندك انما طاقة غريبة عجيبة لما يكون في علاقة ثلاثية لما يكون مثلا احب ان مثلا يخون احب ان يتعرف على شخص هذا الشخص اصلا مرتبط يعني عنده هاي نوع من الطاقة اللي جدا غير صحية وما احب انه ابدا يكون مستقر في علاقة عرفت هذا هو اللي يخفي انه سعادته تكتمل احنا نفكر سعادة الاشخاص الطبيعيين تكتمل عندما يكون هو والحبيب مع بعض مجتمعين متفقين هذا سعادته تكتمل لما يكون في طاقة الشيطان لما يكون هو عبارة عن الشيطان ومقيد شخصين او شيئين او علاقتين بالسلاسل معه احد الاشخاص لا تحكم مالي عليه يحتاجه من اجل المال واحد الاشخاص لا تحكم عاطفي عليه وهو انت هذا انسان جدا غير طبيعي او جدا يعني بعيد عن نفجه لانه دائما يحب الشخص اللي ما يحبه ويعطيه للشخص الخاطئ والشخص اللي يحبه ما يعطيه مختصر اوكي اللي بعدها راح تكون ان شاء الله قراءة العزال روز القوز العزال الاول سؤال من القادم في طريقك ما هي مواصفاته الشكلية واطباعة ثلاث السيوف كرت برج العقرب الموت احتمالنا من برج العقرب اربعة الاخصان الكوب الصغير اربعة السيوف القادم في طريقك شخص ناضج سنا وفكرا يا برج القوز ولكن احتمال انه خرج ممكن يكون علاقة ممكن يكون زواج اشوفها هني زواج اكثر هذا الانسان سبق له الزواج من اشخاص ما قدر يجد نفسه في العلاقة معاهم وكان ايضا في مشكلة في الانجاب اوكي احتمال انه كان متزوج او حتى لحد الان متزوج ولكن الشريك دائما كانت عنده مشاكل في الانجاب عندين واذا كانت الشريكة امرأة فدائما كانت مثلا تجهض وما يصير حمل فمن اجل ذلك هو قادم في طريقك انت يحاول ان كأنما ايضا صار لا استخدم او استثمر الكثير من الوقت في علاقته السابقة سواء كانت خطبة حب زواج الكثير من الوقت اضع عليه مع هذا الشخص القديم في حاول ان في الفترة القادمة عندما يلتقي فيك يحرك الامور بسرعة ما يبقى الامور تاخذ وقت طويل عشان اصير الارتباط اخير الزواج اصير الاستقرار بينكم والشراكة انزين ولكن اشوف هنا ان هذا ايضا شخص ما راح ينهي علاقته او زواجه السابق دائما راح يكون هي في مرحلة توقف ولكن مو مرحلة انهاء تام يريد ان يعمل على الارتباط معاك نعم ولكن كأنما ايضا ما يريد ان ينهي الزواج القديم العلاقة القديمة راح يخليها عجب ورح يرجع لها في وقت لاحق مو شرط يرجع للشخص ممكن انه يرجع ويتعامل معها عرفت قصدي انه احتمال انه راح ينفصل عن الشريك السابق ولكن راح يبتدي انه يدخل حياتك في نفس الوقت راح يعمل على الانفصال عن الشريك السابق في وقت لاحق لان هذا الشخص تفكيره وطاقته منصب على ان يريد ان يبني مستقبل جديد احس عنده الوقت بدأ يداهمه عنده شي يخص الوقت استثمر الكثير من الوقت شوف هنا فكرة الموت الساعة من الاشياء اللي احنا نحاول ان نحولها بالموت الى اشياء جديدة هو الوقت يحاول ان يستغل وقته يثبت نفسه اول شي في علاقة معك وبعدها ممكن انه ينفصل عن الشريك السابق ممكن انه ينهل الامر مع الشريك السابق ما عنده مشكلة ولكن اولا يريد الارتباط ان يضمن الارتباط معك والمنزل والابناء عنده هاي النوع من الطاقة قلتلك شخص ناضج فكريا وايضا عاطفيا انسان عصامي يعرف شلون يأتي بالاموال شخص ناضج يعني ليس مراهق وليس غير جاد وليس متذبذب اذا الشخص اللي اتى في طريقك شفته متذبذب معناته مراح تكون طاقة هذا الشخص لان هذا الشخص جدا واثب ممكن جدا انه يكون الابراج المائية ولكن ايضا الابراج النارية اسد حمل او ايضا حتى قوس انزين اللي بعده خلا نشوف كيف تتعامل معه وايضا هذا الشخص يحب الملابس الرسمية او دائما هو رسمي في طريقة كلامه يعني هو يرسم هو شخص يرسم او يعطيك الخطة وانت هني يقول لك نفذ متعلم متعود على هاي النوع من الاسلوب والتعليمات كيف تتعامل معه خمسة الاكواب فارس السيوف عليك ان تساعده ان يتغير واذا كان في شيء يقلقه عنده قلقه هنا مخصوص الوقت مخصوص الوقت اللي فاته او ضاع عليه وهو مسافر وهو في علاقة مع الشخص الخاطئ وهو في زواج فاشل صار للكثير من الوقت فكأنه مهني عنده قلق من الوقت انت اللي نصيحه لك ان تساعده على التغيير تكون معاعون تكون معاعون تأخذ قتلك يحب يعطيك تعليمات تأخذ من عنده تعليمات وتبتدي انت تنفذ المهام لان هذا شخص يعرف ماذا يريد ولكن يحتاج لشريك يحتاج لشراكة يحتاج لشخص يعتمد عليه ما راح يخذله لانه مخذول في السابق من العلاقة السابقة احتمال ايضا كبير انه كان في زواج وقع على نفس الكثير من الشيكات الكثير من المؤخر الكثير من الارتباطات والمسؤوليات المالية فحاليا عشان يطلع من هاي زواج راح يكلف الكثير عشان شريكتلك يريد ان يخلي الموضوع على جنب معلق بدل ان يتعامل معاه لانه عنده اموال يستخدم هاي الاموال بدل ان يدفعها للشريك السابق يدفعها من اجل ارتباطه الجديد معك اذا كنت ترغف فيه وترغف في الارتباط عليك ان تساعد على التغيير تكون معاون وايضا كأنه مهني انت تساعد على التشافي او التعافي من الخسارة اللي هو يحس فيها اذا كانت خسارة اموال او حتى خيانه هذا شخص بحتاج ان يسمع منك انت يا برج القوس انه ما حصل الا الخير وكل شيء يصير من اجل مصلحتنا وعشان نتعلم درس خمسة الاكواب هو الشخص اللي عنده خمسة اكواب انكبه ثلاثة ولكن لحد الان في امل في كوبين الصورة الاصلية الكوبين فيها لم ينكبوا فانه يجب كأنما انت تعامل معاه تريح الامل الجانب المشرق من الموضوع تحاول ان تبعث فيه الامل انه لحد الان عنده فرصة ان يحصل على الحياة اللي يريدها احتمال معاك انت من زين وتدفعها مخاوفة تكون يعني مثل طاقة الاسفنجة ما هي مخاوفك راح اعالجه في نفس الوقت راح اساعدك ان ترى الجانب المشرق من الحياة عندنا ايضا فارس النار و الخماسيين برج القوس الحقيقة الواضحة هنا ان انت ذا تريد الارتباط بهذا الشخص واعجبت فيه يجب ان تتقبل انه راح يكون فيه خماسيين في البداية هذا الشخص فيه مرحلة انتقالية عندنا كارت الموت برج العقرب فيه مرحلة انتقالية من زواج قديم الى زواج جديد من شراكة قديمة الى شراكة جديدة مراد عليك ان تتفهم هاي الشيء تتقبله مو استتفهمه عشان الشريك ما يتعب وانت ايضا ما تتعب لا تظلم خلي الشخص القديم دائما مثل الكابوس امامك وتقارن نفسك فيه تقبل الوضع انه راح يكون محتاج منك ومن الحبيب القادم فيه طريقك الى توازن بين اثنين بين شيئين لحد ما نستطيع التخلص من الشيء القديم الشيء القديم ما نقدر نتخلص منه فقط بالرحيل او فقط بالهروب او فقط بالمغادرة لازم تفهم هذا الجانب اوهنين خلي الموضوع معلق ولكن اثنينكم خصوصا اذا حدثت بينكم الشراكة راح تضطرون تتعاملون مع وضع القديم حتى ماليا وتأثيره على حياتكم مع بعض يوم من الايام لا تطوي هاي الصفحة كليا ولكن دائما خل عليها علامة انه راح نرجع لها يوم من الايام عشان ننهيها ولكن كأنما الشراكة القديمة قلت لك ما راح تنتهي بقدومه في اتجاهك راح تظل معلقة لحد ما يحدث الارتباط معك وصير بينكم اساس قوي ابناء هذا هو ما يتطلع اليه الشخص القادم في طريقك ممكن ايضا يكون من الابراج المائية اخر شي قراءة المرتبطة فارز الخماسيات والثلاث الاغصن برج القوس شركك يراقل جدا بشكل ايجابي وان كان هنا كلامي راح تستغربه لان شريكك ما يتحدث معك احتمال انه من الابراج المائية وخصوصا برج الحوت شريكك مو دائما تعبير عن مشاعره عن افكاره عن عواطفه وحتى مو دائما يقول لك مثلا تفاصيل الامور اللي قاعدة تصير معاه متى راح تأتيني الاموال متى ينزل المعاش او الراتب كم من الاموال عندي في البنك متى راح احصل على زيادة في الراتب او ترقية وكم سيكون قيمتها شريكك اشوفه هنا ما يتحدث كثيرا بخصوص هاي الموضوع ما يتحدث ولكن يراك ان انت ترى هني يقولك تأكيدا لك انت يا برج القوس ان هذا الشخص جدا يثق فيك هو ما يتحدث من اجل انه ما يثق فيك وما يحب انه يشركك في امره ولكن هو صامت لانه كانما ما يريد انه يقولك راح يصير كذا كذا وانت ابني امان الان احتمال صار لكم فترة طويلة تنتظرون اموال تنتظرون شريكك يؤسس نفسه ماديا عشان تستطيعون الارتباط او عشان تبتدون شراكة مع بعض لحد الان ما يتكلم معاك بالتفصيل عن الموضوع لانه ما يريد انه يعطيك مثلا وقت او توقع وبعدين ما يصير هذا الشيء ويطلع كانما هو الغلطان او الكذاب في نظرك ما يريد ان يعشنك وان كان يعرف تقريبا الوقت والاموال وقيمتها اللي راح تأتي تجاهها والطريقة ولكن هو ما يتكلم ينتظر ان الشيء اول يصير بعدين يقولك تأكد من هاي الشيء هو يراك لانه انت ملك السيوف تأكد انه يثق فيك يراك انسان متعقل يرجعلك عند الحاجة للنصيحة والمشهورة يثق فيه قراراتك وتحليلك ونظرتك للامور جدا يثق فيك ويثق ايضا ان انت راح تكون متفهم او مستودع اسراره وتقدر هذا الجانب منه الجانب اللي ما يستطيع الحديث عنه جانب الانتظار الاموال جانب ثقتك فيه كأنه هنا كأنما يشكرك شريكك على ثقتك فيه على صبرك معه وتحملك احتمال انت هاي قاعد اتعامل انا مع برج قوس عنده وضع المادي مريح اكثر من الشريك او اذكى من الشريك في التحليل للامور وفي نظرسة للامور انزين انت ملك السيوف ترى الشمس ترى الامكانية امكانية النجاح هو يعرف ان ان ترى امكانية النجاح فيه وان كانت لحد الان ما حدثت لحد الان ما اثبت نفسه لك لحد الان ما حصلت على الاموال اللي تتوقعونها البيت المسكن الجديد ولكن هو يشكرك لان ان ترى الامكانية فيه ومستثمر وصابر معاه حتى ولو الشي لحد الان ما صر اني بعمل ما هي نقاط قوتك في العلاقة يا برج القوس اول كرد فارس الاكواب كلامك التشجيعي مو فقط رؤيتك كلامك ايضا ملكة الاكواب انت ملأ الفراغ في حياته الامور اللي ما يستطيع ان يسويها يعبر عنها تفاهمك لا انت تكمل جزء ناقص من شخصيته ثمان الاكواب الخسارة ما تخيفك يا برج القوس متعود على الخسارة الملك قبل ان ينضج انت لا عندك ملك السيوف الملك قبل ان يصل الى مرحلة الملك وينضج من كوب الى عشرة الى فارس الى ملك الى ملك يمر بالكثير من الخسائر هذا اللي لازم احنا ندركه فانت صار عندك من نقاط قوتك ان الخسارة معادة تهمك او تخوفك او ترهبك هذا الشريك اقل نضوج منك فترهب الخسارة يخاف انه يحبط توقعاتك ولكن انت مصدر القوة في هذا الجونل في العلاقة اربع الاكواب عندك ايضا طاقة الطبطبة و كرت الشيطان انت هنا ملك السيوف ملك السيوف طاقته جدا عكس الشيطان كرت برج الجديد هذا الكرت يعني الكثير من الاوهام وعدم الوضوح والهوس في التفكير وجودك من نقاط قوتك ان انت توجد الوضوح لشريكك كأنما انت الشخص اللي تحرره من افكار السلبية من توقعاته اللي دائما او اماله اللي تكون خاطئة او حتى يكون دائما هذا الشخص متوجه للشراكة في العمل او للثقة في محيط العمل بالاشخاص الخاطئين انت دائما تنبه تدخل حتى في تفاصيل حياة العملية تنبه على ان لا يثق باشخاص معينين هذه ترى من نقاط قوتك وايضا تنبه على طاقة هني احذر من العروض اللي تأتيك عند الشريكي وانا اريد مصلحتك احذر لانه مو كل عرض يأتيك مو كل كوب يأتي في طريقك يكون بطيبنية كأنما هني قاعدة اشوف شريكك تأتي الكثير من عروض الشراكات البزنس المشاريع حتى ايضا في العمل ولكن الاشخاص ما يعرضون عليه هذا الشيء بنية صافية بنية الاستقرار احتمل ان خسره في السابق الكثير من الاموال بهذا السبب انت هني اشوفك انت اللي قاعد اتوعيه ان احذر من نوايا الاشخاص الكثير من الاشخاص يعرضون عليك شراكة من اجل ان يستغلونك من اجل ان يدخلونك في وضع ما تستطيع تتخلص منه من نقاط قوتك ان انت متنبه لهاي الناس ولنواياهم انت اللي ما اخذ طاقة السيوف طاقة العقل الذكاء الدهاء ما حد يقدر يستغل شخص عنده سيف بيده السيف ترى فيه الحقيقة بذكائك بتحليلك للموضوع هذ هي ترى من نقاط قوتك انزين؟ وفي نفس الوقت وانكن تسحب السيف على الاشخاص والظروف اللي تحاول استغلال شاركك ولكنك جدا رقيق معه محفز مشجع طبيب معالج عندك طاقة الماء كأنما انت هنا من نقاط قوتك انه عندك توازن يا برج القوس تعرف الطبطب على من وتسحب السيف على من اللي بعدها ماذا تفعل لكي تطور العلاقة او تحافظ عليها على اقل لا تسمح لأحد بالدخول بينكم 10 الاكواب السعادة الكاملة الشراكة بين شخصين وايضا لازم تدرك هنا كأنما يقول لك الاموال اللي تأخرت عنك انت والشريك هي ليست مصدر سعادة لكم انتوا مصدر سعادة بعضكم البعض انزيل الا عندكم جدا يكفيكم لهاي المرحلة المادية تكفيكم في هاي المرحلة ركز على الشريك ركز على ان الله سبحانه وتعالى يبارك في القليل لانه عندكم السعادة عندكم الحوف الكرت برج الحوت احتمال انك تدعم مع الابراج المائية القمر ملكة الارض السيفين الخماسيين عشان تطور العلاقة او تحافظ عليها هنا مو بس تعطي شريكك الارشاد مثل ما انا قلت لك او توقعيه على الاشخاص اللي حاولون يستغلونه اذا ضلت في هاي الوضع شريكك دائما رح يكون في حيرة 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 خسارة وحيرة دائما يتعامل مع هاي النوع من المشاعر حال الوقت ان انت تبتدي من جانبك تعطيه نصيحة لمشروع نصيحة نصيحة عملية مو نصيحة فقط كلام حال الوقت ان انت تفتح عينه على الفرص انزيل الموجودة امامه يعني مثلا ان هنا عندينا اربعة الاكواب قلت لك مو كوب وعرض مشروع يأتيه بنية صافية او حتى انتو عندكم كأنما محاولة لشراء الشيء لشراء منزل تنتظرون ورث مع بعض تنتظرون مبلغ مالي كبير مع بعض حال الوقت ان انت تبتدي تعطيه تدخل معاه في ارض الواقع تعطيه تفتح عينه على الفرص الموجودة امامه يعني مثلا تقول له لا تدخل مع الشخص الفلاني لانه ما احس انني اتصافيه او المجال اللي رح يدخل فيه مو مضمون ولكن في نفس الوقت تعطيه خيار ثاني اقتراح اخر عندك مثلا المجال اللي كذا كذا اذا سويت هذا المشروع انا مثلا رح اقدر اعطيك نصيحة بحسب خبرتي ان هاي المشروع ينجح سوت هاي الطريقة رح اقف معاك رح انا شوي ايضا ادعمك موديا اشوفك هني انت اللي عندك طاقة الملك والملكة احتمال قلتلك ماليا انت افضل من شركك احتمال انتش تعمل ايضا في مجال او قطاع التعليم قطاع في الكلام تتكلم كثيرا مع الناس وترشدهم فعندك الحكمة ولكن شركك في الفترة القادمة ايضا سيحتاج ان انت تخرج من طاقة الشيطان الاوهام التعلقات عن طريق ان تعطيه عرض جديد تبنون مع بعض شراكة جديدة بزنس مع بعض تخلي شركك هو مثلا اللي يديره وانت المسؤول العام عندك هاي نوع من الطاقة وايضا محتاج طاقة برج الحود القمر القمر ان في امور تصير خلف الكواليس ما هي اللي تصير خلف الكواليس تنتظر انت كأنما رسالة لك اهني ان تنتظر الورث او الفرصة اللي منتظرينها مع بعض انتو والشريك رح تأتي ولكن المطلوب منكم مو فقط الانتظار المطلوب منكم ان تمثلون على الاخرين المحيط ان انتو ما قاعدين تنتظرون ان ما عندكم اي مشكلة مثلا اذا كانت حتى مشكلة في الانجاب هل الوقت ان انتو تبتدون الدارون تبعدون الاخرين عن الاسباب عن محاولتهم للتحري في حياتكم هذا هي النصيحة لك عزيزي برج القوس هذه كانت قراءتك العاطفية لشهر مايو او اخر اسبوعين من شهر مايو اتمنى لكم كده التوفيق وشكرا ترجمة نانسي قنقر